تنفيذا لتوجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله باعتبار المناطق ذات الطبيعة البيئية من وادي البحير محمية طبيعية باشرت وزارة النفط والبيئة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاشغال وهيئة التخطيط والتطوير العمراني اتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن من خلال تعزيز الجهود لمواصلة اعمال التطوير والتنمية ومشاريع البنية التحتية والخدمية في الوادي هذا وقام سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ وسعادة المهندس ابراهيم بن حسن الحواج وزير الاشغال بحضور سعادة سيدة نوف عبد الرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني بزيارة انتفقدية لموقع وادي البحير وذلك للاشراف بشكل مباشر على سير العمل وتنفيذ توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد الرئيسي مجلس الوزراء جولة استطلاعية ضمن حدود وادي البحير جاءت ترجمة سريعة لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله باعتبار المناطق ذات الطبيعة البيئية من وادي البحير الغنية بتضاريسها المتنوعة والمنفردة وتلالها الصخرية البارزة محمية طبيعية حفاية المناطق المحمية طبعا جزء من أهداف واستراتيجيات وزارة النفط والبيئة وكذلك هي جزء من التزاماتنا الدولية في كثير من التفاقيات الدولية للتخصيص المناطق كمناطق محمية بالإضافة إلى ذلك الحفاظ على الإرث الموجود عندنا اليوم من الطبيعة وكان ممكن يكون فيه زيارة للجميع المواطنين في مملكة البحرين الموضوع طبعا كان حظى باهتمام من سيدي سموي العهد وأحنا بنقوم بكافة التشريعات والقوانين للحفاظ على هذه المنطقة زيارة الجهات المعنية بتنفيذ توجيه سموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى وادي البحير والمتمثلة بوزارتي النفط والبيئة والأشغال تأتي لاعتماد جملة من الإجراءات والقرارات الوزارية اللازمة للحفاظ على التنوع البيئي الذي يتميز به الوادي مع ضرورة أن تواصل الجهات الحكومية ذات العلاقة أعمال التطوير والتنمية ومشاريع البنية التحتية والخدمية فيه نحن نعرف بأن هذا الوادي له طبيعة خاصة من خلال تضاريس وتلال صخرية خاصة فجاءت توجيه بأن مشاريع التنموية وتطوير البنية التحتية في هذا الوادي لساكني هذه المنطقة يأتي للمحافظة على هذه المعالم البيئية الخاصة ونحن أيضا في وزارة الأشغال نحرص من خلال مشاريع في مراحلها سواء كانت في مرحلة التخطيط أو التصميم أو التنفيذ نؤكد الالتزام بهذه التوجيهات من خلال أن تكون مشاريع البنية التحتية لا تمس بهذه المعالم إن انضمام وادي البحير لعديد المحميات الطبيعية في البحرين والتي تم اعتمادها سابقا يأتي من باب التزام المملكة بتوفير بيئة صحية مناسبة وسليمة للجميع إضافة إلى التأكيد على الاهتمام الحكومي الكامل بالمعالم البيئية في البحرين والحفاظ عليها وتطويرها لدورها الرافض للسياحة توجيه سام يراعي ضرورة المحافظة على الموارد الطبيعية ومصادرها البيئية المختلفة وينادي بأهمية الإبقاء على التنوع الحاصل فيها لتلفزيون البحرين محمد رشيدات